دعت نقابات عمالية ونفطية إلى بحث مطالب عمال خدمات القطاع النفطي والعمل على تهديئة الوضع للحيلولة دون الإضراب الذي قررت تنظيمه شركة خدمات القطاع النفطي غداً الأحد فيما أكدت النقابات على حقها في الإضراب رافضة سياسة تهميش المطالب النقابية والأبواب المغلقة دعت شركة خدمات القطاع النفطي العاملين إلى الإضراب عن العمل بشكل شامل غداً الأحد فيما طالبت نقابات عمالية ونفطية إلى بحث مطالب عمال خدمات القطاع النفطي والعمل على تهديئة الوضع للحيلولة دون الإضراب ورفضت النقابات تهميش المطالب النقابية بالإضافة إلى سياسة غلغ الأبواب التي ستأتي بنتائج عكسية معلنا عن تضامنها مع مطالب العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي ومساندتهم في الإضراب لحين إغرار الحقوق كما شددت نقابات نفطية على أن البعض يسعى إلى تكريس قمع الحريات النقابية من أجل تحقيق مكاسب شخصية وأشارت إلى أن الإضراب حق مشروع بسبب استمرار شركة خدمات القطاع النفطي في تجاهل المطالب وإغلاق أبوابها في وجه ممثلية العمال وعدم الجلوس معهم على طاولة الحوار وبهذا ستشارك كل من النقابات التالية أسماؤها قدا بالإضراب وهي نقابة العاملين بشركة إكويت للبترو كيمويات ونقابة نفط الخليج نقابة القطاع النفطي الخاص نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية ونقابة عمال شركة صناعة الكيمويات البترولية وفي أولى ردود الفعل طالب نائب مجلس الأم نبيل الفضل الدولة بأن تجد بديلا لهذه الكوادر ضعيفة الإنتاجية عالية المخاضر على حد غوله وشدد على ضرورة فصل كل من يضرب عن العمل ليوفر على ميزانية الدولة راتبه المتضخم دون مبرر وتساءل الفضل عن الطريق الذي نأتمل من خلاله على مصدرنا الوحيد للدخل وهو بيد اتحادات ونقابات تهدد بإضرابات تشل القطاع النفطي وتصديره